يمكن على خلفية الكلام ده امبارح اول امبارح شفت زي فيلم وثائقي على المتغيرات المناخية في كندا انا بكلمك بالجد يعني مش فاكي بس كانت قناة ايه يعني كنت عمال بقلب كده وبتاع قبل ما نام فاللي انا شفته فعلا مخيف انت متخيل انه كندا الاجيلي والجيل اللي قبله قبلنا اجيال كبرنا ونشأنا وتربينا وده كان الواقع انها بلاد من اكتر بلاد العالم برودة درجات الحرارة فيها منخفضة اشد انخفاض طيب لما تيجي تلاقي انه في الفيلم ده يجي يقولك مثلا ان تورونتو اصبح فيها لمدة خمسين يوم في السنة درجات الحرارة لا تقل عن تلاتين درجة مئوية بالمناسبة ده كان شيء غير متوقع وغير ممكن وغير متصور انه يحصل في كندا انه يبقى فيه درجات حرارة تلاتين واثنين وتلاتين وخمسة وتلاتين وانه ناس تتوفى بسبب ارتفاعات مخيفة في درجات الحرارة لايام مختلفة على مدار العام وانه يحصل حرائق غابات بسبب الارتفاعات الشديدة للحرارة في بعض المناطق الكندية ده فعلا معناه انه احنا بنجابه خطر مخيف على هذا الكوكب مخيف يمكن علشان كده انا ملاحظ جدا اهتمام فخامة الرئيس اهتمام قرينة فخامة الرئيس اهتمامنا احنا كدولة ويمكن ده اللي كان واضح جدا في كاب 27 في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي وازاي احنا اشتغلنا بقوة على ان احنا نحول هذه القمة قمة المناخ لقمة تفعيل مش مجرد قمة توصيات وبيانات وما الى ذلك وده بالمناسبة خلى ان العالم كله بينظر الينا برضو نظرة مختلفة ايجابيا على حجم المجهود اللي بزلناه علشان تطلع كاب 27 بهذا الشكل كقمة تفعيل طبعا انا هنا بتمنى انه كاب 28 ان شاء الله اللي هتتعامل في دولة الامارات العربية المتحدة هي كمان تبقى قمة شديدة الفعالية ونقدر نوصل لحاجات بنناها هنا في شرم الشيخ يا جماعة كل واحد فينا مسؤول انا بكلمك بجد كل واحد فينا فعلا عنده مسؤولية حقيقية ولو بشكل فردي الفرد عندما يكون مسؤول هتلاقي المجتمع كله كله بيشتغل على ده على العموم بعد اذنكم ما تاخدوش الموضوع باستهانة ما تعتبروش ان الموضوع كان موجة كده لطيفة وظريفة حصلت في نوفمبر الماضي في مصر في شرم الشيخ لا المسألة شديدة الخطورة وبالمناسبة مش على اجيال قادمة ده علينا احنا العايشين ترجمة نانسي قنقر